بتوجهات من الرئيس السيسي تضافرت كل جهود المؤسسات المختلفة بالدولة لعودة الطلاب المصريين الدارسين في أوكرانيا وعقب عودتهم لأرض الوطن عمت الفرحة على الشعب بأكمله لعودة أبنائنا بسلام في حين وجه أسر الطلاب الشكر للقيادة السياسية لسرعة عودة أبنائهم المصريون في الداخل والخارج وحماية أمنهم في قلب القيادة السياسية هكذا تعكس كل مواقف الدولة التي لا تتخلى أبداً عن أبنائها في أي وقت من الأوقات بتوجهات من الرئيس السيسي واهتمام خاص منه بتأمين عودة الطلاب المصريين الدارسين في أوكرانيا تضافرت كل جهود المؤسسات المختلفة لعودة أبنائنا لحضن الوطن وطن وضع نصب عينيه حماية أبنائه ورعايتهم فعمل كخلية نحل في إطار مؤسسي وفي ظل تنسيق متواصل بين أكثر من جهة لتأمين العودة الجهود المصرية أسفرت عن إعادة المصريين الموجودين في رومانيا بعد عبورهم للحدود الأوكرانية وأقلعت الطائرة من بوخارست لأرض الوطن وعلى متنها عشرات المصريين الذين عبروا عن فرحتهم لعودتهم بسلام وعقب عودتهم لأرض الوطن سالمين عمت الفرحة أهالي العائدين بل عمت ربوع الوطن أجمع موجهين شكرا للقيادة السياسية لسرعة عودة الطلاب أحب أشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي والاستفارة المصرية ساعدونا على قد ما يقدروا فعلا أقدموا كل الجهود اللي عندهم تعبوا بصراحة معنا جدا جدا وكنت شايفة ده بعنايا والله ربنا يكرمهم يا رب بجد فعلا أشكر جهود الدولة فعلا اللي وقفوا مع رجوع أولادنا بسلام وأشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه هو فعلا ساعد في رجوع أولادنا بسلام بالترتيبات اللي هم أموية والتواصل مع أولادنا في أوكرانيا بالترتيبات بأرقام التلفونات اللي هم عطالهم ووجهوهم صح والحمد لله رجعت بألف سلامة هي وكل زميلة ربنا يرجعهم بألف سلامة ونشكر كل من ساهم في رجوعهم لنا بألف سلامة طبعا بنشكر الدولة على جهودها ونشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي طبعا على مساعداته اللي لنا وعلى أنه توفر لأصحابي طيارات وأنه خلى برضو الصفارات أنه تساعدنا الحمد لله نشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على وقوفه جنب الطلاب يعني وجابهم الأهلين وبسرعة في غرفة طبعا ست رئيس عبد الفتاح السيسي كان عاملها وكان يعرف كل الأخبار وكل التفاصيل وكان دايما يوصل المسؤولين أن أقول للطلاب أن هم أولادي ومحدش يلأ وأن هم هرجعوا مصر سالمين غنمين وأن مصر لم تترك أبنائها فيه اطمئنان يعني حقيقي كان فيه اطمئنان لأن إحنا عندنا يعني إيمان بالله سبحانه وتعالى عندنا ثقة في طبعا حكومتنا الرشيدة عندنا ثقة في القيادة الحكيمة في ظل وجود سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي طبعا بنشكر سيادة الرئيس بنشكر الوزارة الخارجية وبنشكر كل الناس اللي ساعدتنا وعلى تواصل معنا لغاية دلوقتي ومهتمين بنا زقا في أي مشكلة بتوجهنا أو مشكلة وجهتنا لكن كل حكا الحمد لله كويسة والأمور عدت بسلام الحمد لله نحب الأول نشكر سيادة فخامة الرئيس على كل شيء على كل ما قدموا لينا من مساعدات من قرارات سعيد جدا طبعا كل الناس سعيدين بحضوره أو جمالات المصريين من الخارج بعد يعني معاناة شديدة طبعا هذا ولا تزال توجيهات القيادة السياسية متواصلة للاطمئنان على المواطنين المصريين بالخارج حيث تتواصل على مدار الساعة الجهود المبذولة من قبل سفارة مصر في دول الجوار الأوكراني لتقديم الدعم اللازم للمواطنين